قالت رئاسة الجمهورية أن رئيس عبد الفتح السيسي سيؤكد في كلمته أمام القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة على أن جوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة هو دعم الدول الوطنية باعتبارها من مكتسبات الشعوب محذرا من أن مؤسسة الدولة إذا تم تجريفها فإن ذلك سيؤدي إلى ضايع مقدرة الشعوب التي تحميها وتصونها الدول الوطنية أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للوفد الإعلامي المرافق لرئيس السيسي أن الرئيس السيسي سيؤكد خلال كلمته على توحيد الصف العربي ورغبة مصر الصدق في دعم مساعي تحقيق التكامل بين الدول العربية وجهودها وقدراتها وإمكاناتها لتسوية خلافات البيت العربية بالتوازي مع المصاري الدولي بشقه الجيوسيا المتمثل في الأزمات الدولية حيث تعاني مصر والمنطقة من التوتر والمنافسة بين الغرب من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى سواء اقتصاديا أو تكنولوجيا أو سياسيا أو عسكريا بما يخلق تهديدا لدول المنطقة وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سيتناول في كلمته الحوكمة الاقتصادية العالمية وضرورة النظر في علاج منظمة التمويل الدولي حيث أن هناك أزمات لم تتسبب فيها الدول النامية ولكنها رغم ذلك تعاني من تداعياتها ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية وتغير المناخ حيث أن هناك مسئولية مشتركة ولكن بأعباء متفاوتة حسب وزن كل دولة كما سيتطرق رئيس السيسي إلى القضايا العربية ومن بينها الأزمة في السودان وأهمية تسوية هذه القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي